مرة أخرى مخيمات تندوف على صفح ساخن اطلق نار وفوضى واعتقالات ممارسات لا إنسانية تفضح من جديد الوضع الحقوقي بهذه المخيمات التي صارت موطنا لتكريس الممارسات الحاطة من الكرامة والانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أساسا الشباب والأطفال والنساء ضمن الضحايا هذه المرة ابنة الراحل سالم ولد أحمد الحيمر التي تعرضت للدرب والتنكيل بعقر دار عائلتها على يد عناصر ما يسمى بدرك البوليساريو عند المخيم المسمى بالداخل على بعض مائة وسبعين كيلو مترا جنوب مخيم الرابوني سجن أبو غريب الذي اخترعته الجزائر بتندوف مظاهر العنف والتنكيل طالت عددا من أفراد عائلة سالم ولد أحمد الحيمر شقيق المعارض للبوليساريو الحاج أحمد بريك الله الذي ما فتأ ينبه إلى وضع البؤس المستشري داخل المخيمات استباحة منزل العائلة جاء في عقاب لجوء شاب إليه هربا من دوريات دارك البوليساريو التي لحقته لخرقه حذر تجول الجاثم بقوة على أنفس سكان المخيمات لم يرق هذا الاعتداء الممنهج لشباب مخيمات تندوف الذين يقودون اليوم ثورة ضد هوس قيادات الجبهة بالسلطة فبادروا إلى تنفيذ اعتصام أمام مقر ما يسمى بدارك البوليساريو مطالبين بالقصاص من عناصر الدارك وإحالتهم على القضاء قبل أن يتحول الاعتصام كما في كل مرة إلى اشتباكات بين أمن البوليساريو والشباب السحراوي الذي عمد إلى حرق مقر وحدة أمنية تابعة لما يسمى بدارك البوليساريو قرب منجم غار جبلات جنوب تندوف هذا الشباب السحراوي الفائر على أوضاع البؤس بمخيمات العار حيث لا تزال سائدة عمليات القتل خارج نطاق القضاء والخطف والإخفاء القسري والاحتجاز التعصفي والتعذيب والترهيب والمعاملة المسيئة والمنافية لكرامة وحقوق الإنسان